مساء الخير وأهلا بكم في حلقة جديدة من ترانز حلقتنا النهاردة هتكون مميزة جدا وهيكون فيها موضوعات كتير هتعجبكم إن شاء الله ويلا نبدأ الحلقة بفقر ترانز of the week أول ترانز معنا النهاردة هو طبعا منتخب مصر من يوم الجمعة اللي فات والحد النهاردة ما فيش كلام في السوشال ميديا تقريبا غير على منتخب مصر وطبعا زي ما تابعنا كلنا الحمد لله المنتخب قدر يفوس في المباراة الأولى على السنغال واللي تلعبت هنا في مصر بنتيجة 1-0 والأحرص للهدف كان نجم المنتخب محمد صلاح بما إن الماتش اللي تلعب هنا في القاهرة كانت جولة الأولى بس والنهاردة إن شاء الله الساعة 7 بالليل هيكون في الجولة الثانية واللي هتبقى في السنغال فلقينا إن الدعم لمنتخب مصر مستمر من الماتش الأول لحد دلوقتي وده كان باين جدا في هاشتاج ادعم منتخب مصر واللي تصدر كل منصات التواصل الاجتماعي سواء في تويتر فيسبوك أو تيك توك وكل الناس كانت بتشارك بفيديو دعم المنتخب المصري وهي تتمنى لي التوفيق لتحقيق حلم التأهل لكاس العالم واللي هيتلاقي في القطر السنة دي إن شاء الله تاني ترند معنا النهاردة هو ترند حزين جدا وهو يتعلق برحيل الفنان القدير أحمد حلاوة عن عمر يناهز 73 سنة متأثر بمضعفات فيروس كورونا وفاة الفنان أحمد حلاوة صدمت كثير من الجمهور ونجوم الفن ونعاية عدد كبير جدا من الفنانين في مقدمتهم طبعا الفنان عيد الإمام واللي قال ودعا الفنان القادير وهنلاقي كمان عدد كبير من الفنانين والشخصيات العامة نعو الفنان الراحل وعلى رأسهم كانت وزيرة الثقافة الدكتورة إيناس عبدالدايم وأسرة ترانس طبعا بتعزي أسرة الفنان أحمد حلاوة وبما أننا خلاص فاضل أيام قليلة جدا على شهر رمضان الكريم كل سنة وانتم بألف خير وصحة وسعادة فكان من الترانس اللي تصدرت السوشال ميديا الكلام طبعا على مسلسلات رمضان وعشان كده هنقولكم النهاردة ملامح عدد من المسلسلات اللي هتكون مشاركة في رمضان إن شاء الله الأعمال هتكون متنوع بشكل كبير يعني هنلاقي الأعمال الوطنية واللي هيكون عندنا منها مسلسلين وهم الاختيار ثلاثة وهم شاركة عدد كبير من النجوم ومنهم أحمد عز كريم عبدالعزيز أحمد السقة ياسر جلال ومن تأليف هاني سرحان وإخراج بيتر ميمي طبعا المسلسل بيتناول مرحلة مهمة جدا من تاريخ مصر وكمان بيكمل الربط بين المسلمين الأول والتاني وكمان هنلاقي مسلسل عائدون وهو من المسلسلات الوطنية واللي بيتكلم عن بعض الجماعات المتطرفة وبيقوم ببطلته كل من أمير قرارة أمينة خليل محمود عبد المغني أحمد الأحمد ومن تأليف باهر دويدار وإخراج أحمد نادر جلال وكمان عندنا هنا في القناة الأولى مسلسل ملف سري لهاني سلامة وعائشة بن أحمد والمسلسل بتدور أحداثه حول انتشار عمليات السرقة والفساد من بعض رجال الأعمال وآخر المسلسلات الاجتماعية اللي هتتعرض على شاشة القناة الأولى هو مسلسل يوترن لريهام حجاجه بتدور أحداثه حول يارا الكرزي ضبيطة ملاحة بحرية تجارية ضحب عملها ومستقبلها المهني من أجل جزها ولكن هتحصل أحداثها تغير كل شيء وكمان نظرتها للحياة هنلاقي كمان في عدد من المسلسلات الكوميدية زي مسلسل الكبير قوي بطولة أحمد ميكي ورحمة أحمد وكمان مسلسل مكتوب علي بطولة أقرم حسني وأيتن عامر ومسلسل في بيتنا روبت 2 بطولة هشام جمال وليلة زهر وبكده خلصت فقرة ترانز أوف دي ويك